أكدت لجنة تحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في جسر جابر ومحطة زور أنها ستطلب تمديدا لعملها فيما يخص ملف محطة زور وستقدم تقريرها الخاص بجسر الشيخ جابر قريبا للمجلس برلمانيا أيضا راحبت اللجنة التعليمية البرلمانية بإعلان سمو رئيس الوزراء تجميد قانون الإعلام الموحد الذي كانت الحكومة تنوي تقديمه للمجلس لمناقشته وإكراره وهو الإعلان الذي قوبل بترحيب أكثر من معظم وسائل الإعلام ومن بينها الصحافة الورقية التي وحدى إعلان تجميد قانون الإعلام الموحد معظم عنوين صفحاتها الأولى الصادرة صباحا هذا اليوم لأول مرة منذ أشهر وربما سنوات تشابهت عنوين الصفحات الأولى للصحافة المحلية الصادرة اليوم إلى حد التطابق تقريبا فكان عنوانها الأبرز جميعا تجميد مشروع قانون الإعلام الموحد فعناوين الصحف جاءت بعد لقاء عقده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابل المبارك مع رؤساء الصحف المحلية والذي تخلى له تأكيد سمو الرئيس رفضه تكميم أو تحجيم الإعلام أو تغييد الصحافة مشيرا إلى عدم القبول بأن تكون الصحافة الكويتية أقل مستوى من الصحافة العالمية ولعل تشابه عنوين الصحف المحلية جاء اليوم لسببين رئيسيين أولهما أهمية هذا القانون والكم الكبير من الانتقادات التي قوبل بها من الإعلاميين وغيرهم وثانيهما أن العاملين في مهنة المتاعب هم أبرز المتضررين منه لا سيما وأن بعض الغرامات التي نصت عليها بعض مواده بلغت 300 ألف دينار مما يعني أن إيقاع عدد من هذه المخالفات على أي مؤسسة إعلامية يعني إفلاسها ربما وقوبل إعلان تجميد هذا القانون بترحيب من قبل لجنة التعليمية البرلمانية التي لم يصلها نص المشروع أصلا واعتبرت أن الرجوع عن الخطأ خير من الاستمرار فيه على حد وصف بعض أعضاء اللجنة إلا أن اللافتة أن مشروع قانون الإعلام الموحد لم يلغى تماما وإنما تم تجميده بما يعني أن هذا القانون من الممكن أن يرجع مرة أخرى بعد تعديل مواده إلا أن هذه التعديلات من المفترض أن تتم بعد استشارة العاملين في المجال نفسه وهم رجال الإعلام الذين لم تتم استشارتهم في المشروع السابق وفيما يرى البعض أن قانون المرئي والمسموع المعمول به حاليا يكفي عن أي قانون آخر يرى آخرون ضرورة صياقة قانون آخر للإعلام يشمل الجرائم المتعلقة بالعالم الافتراضي والمواقع الإلكترونية وما ترأى من جرائم يرتبط بعضها بوسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر حديثة نسبيا ولم تشملها القوانين السابقة إلا أن الجميع يشدد على ضرورة أن لا يكون أي قانون جديد مكمما للأفواه وضرورة عدم تعارضه مع الحرية التي كفلها الدستور للجميع